عايز برضو اتكلم مع حضراتكم عن منتخبنا الوطني لانه الحقيقة خلال هذه الفترة او من مبارح للنهاردة كلام كتير جدا عن محمد الشناوي محمد الشناوي الحمد لله انفرضنا هنا في البيت الكبير مبارح مع حضراتكم بان محمد الشناوي عنده يعني حاجة بسيطة جدا في العضلة الخلفية كابتن واق الجمعة بعدها بحوالي نص ساعة ساعة طلع اتكلم في هذا الامر وقال ان في حد وهو ماشي شات الكرة جات في رجل محمد فشدت شوية وكان خارج من التمرينة وحاط التلجة على رجله لكن الحمد لله كل الاخبار اللي جاينا من معسكر المنتخب بتقول ان هو الحمد لله الامور جيدة جدا وان شاء الله محمد الشناوي يكون متواجد في مباراة ليبيا كل ما يخص هذا الموضوع لحضراتكم سامعين وحوالين محمد الشناوي ان هو زعلان ان هو فيه مش عارف ايه وان هو متخانق وان هو الكلام ده كله غير صحيح لكل واحد مصدره ولكل واحد لكن انا بقول لحضراتكم والحمد لله زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما هنا الحمد لله الكلمة اللي بنقولها بتلاقوها تاني يوم او تالت يوم بتحصل محمد الشناوي ما عندوش اي مشكلة هو بس رجله شدت شوية العضلة الخلفية شدت شوية وبالتالي هو حس ان هو محتاج ان هو ياخد راحة خد الراحة عمل الاشعة طلعت زي الفل وان هو محتاج فعلا راحة يوم او يومين ان شاء الله يكون متواجد فيه مباراة ليبيا القادمة ده اللي حيقرروا طبعا الجهاز الطبي فيه منتخبنا الوطني كل ما يثار حوالين محمد الشناوي وكل المواضيع اللي بتتقال يا جماعة خلينا نفكر في يوم الجمعة خلينا ننتظر يوم الجمعة خلينا نتكلم عن تشكيل المباراة ازاي المنتخب حيلعب ضد ليبيا ازاي المنتخب يستطيع ان يفوز على ليبيا ما نعودش نتكلم في مشاكل حتى لو حصلت على افتراض بالمناسبة هي ما حصلتش وانا بأجزم لحضراتكم بهذا الكلام حتى لو على افتراض ان الكلام ده حصل ما ينفعش نعود نتكلم فيه النهاردة وبكرة وبعده وقبل الماتشو خلينا ننتظر لما بعد يوم الاتنين القادم وبعد كده نقول حاجات كتيرة جدا ما احنا هنا في هذا البرنامج كان عندنا كواليس ما حدث قبل مباراة الجابون ايام القيادة الكابتن حسام البدري لما كان مدير فني وما اتكلمناش فيها حتى لغاية دلوقتي انا عارف التفاصيل بايه اللي حصل ومين عمل ايه ومين اتكلم مع مين ومين اللي وقف في الموضوع لكن ما اتكلمناش فيها احتراما لكل اللاعبين واحتراما للإدارة الفنية السابقة اللي كانت موجودة وخلاص الموضوع ده تقفل وانتهى فمن فضل حضراتكم خلينا حتى لو في حاجة لو في حاجة على الرغم من اننا بأجزم ان ما فيش اي حاجة تخص هذا الموضوع ما هو الا شد خفيف لمحمد الشناوي وان شاء الله يكون متواجد يوم الجمعة حتى لو على افتراض ان في حاجة من فضل حضراتكم خلينا ننحي هذه الامور جانبا ونبص الاسم مصر المباراتين دول الجمعة والاتنين حيفرقوا معنا كتير جدا 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 في التأهل الى كأس العالم القادم عايزين نلعب في كأس العالم تاني عايزين نلعب في كأس العالم مرتين واربعا ده ليه لا في تمنتاشر وفي اتنين وعشرين فخلينا ننحي كل الخلافات وحتى اللي عنده مصدر بيقوله على حاجة جوه الفريق يعني خلينا ننتظر لما بعد يوم الاتنين وبعد كده كل واحد يطلع يدله بدل ويقول اللي هو عايزه لكن الحقيقة اللي انا بقولها لحضراتكم ان محمد الشناوي ان شاء الله ولو كنت طالع بكرة كنت هقول لحضراتكم ولكن هيبان على شاشة قناة الاهلي من خلال كل البرامج اللي هتكون موجودة ان شاء الله نؤكد لحضراتكم ان محمد الشناوي يكون جاهز لمباراة منتخب ليبيا فان شاء الله كل التوفيق لمتخبنا الوطني مين اللي حيلعب اللي احنا عارفينه ان محمد الشناوي هو اللي حيبقى حارس مرمى احمد فتحي ناحية اليمين ان برح انا كنت قيل اكرم توفيق النهاردة التمرينة فيها شوية اختلافات شوية ان احمد فتحي هو اللي رايح ناحية اليمين احمد فتوح او ايمن اشرف انا اسف ناحية الشمال وحمدي الوينش واحمد حجازي ثم طارق حامد يعني انا اتقال لي ان فيه تلاتة حيلعبوا ده وجهات نظر يعني مش من حد هناك لكن اتقال لي ان فيه تلاتة الراجل بيلعب اربعة تلاتة 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 حيلعبوا في وسط الملعب النني وطارق وعمر السلية اللي هو مقتنع بيه جدا 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 ومحمد صلاح ورمضان ومصطفى محمد ده التشكيل اللي تقال اقرب الى ان هو يلعب بيه انا شخصيا وجهة نظر الشخصية ان انا شك ان هو يلعب بتلاتة دفندرز فيه هذه المباراة يلعب من الامام محمد صلاح وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن امامهم مصطفى محمد وعلى حسب بقى سير المباراة المباراة مش يزاي هيلعب انني امتى يلعب انني مكان طارق او انني مكان عمر او يعني كل التشكيل هيبقى في هذا الاطار عموما يلعب اللي يلعب واللي مايلعبش مايلعبش ولكن خلينا ننحي كل هذه الامور جانبا ونقف كلنا خلف منتخابنا الوطن ان شاء الله يوم الجمعة القادم لانها مباراة زي ما قلت لحضراتكم وبأكرر كل شوية هذا الكلام من فضل حضراتكم المباراة اللي جاية دي يوم الجمعة ويوم الاتنين هم مفتاح ان شاء الله ان شاء الله التأهل للدور النهائي ولعب مباراة بناء على هذه المباراة نصعد الى كأس العالم ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة